حالة هلع وخوف على ساكنية حيث أحدث الانهيار تشخوقة كثيرة في الغرف ما ينبئ بانهيار العمارة كليا ما جعل السكان ينشدون السلطات ترحيلهم في أقرب وقت الإشارة قد صنفت العمارة في الخانة الحمراء منذ سنة 2013 ولم تحرك السلطات ساكنا نتابع في ميكروفون عبدالله بالغرب البارة حرب يستر قدرني أقريب رابطة هنا وكنا قاعد روحوا فيها حنا رأنا ربع عائلتين لهنا هذه العمارة هذه السكنة هذه رحيمة 2013 جزء الحماية قدرت عليها تقرير وزادة هذا العام سي تي سي تاني قدرت عليها قرير تقرير باللي رحيم في السنك روج في السنك لازم نخرج في أقرب وقت إن شاء الله نطلبهم السلطات ومن عند الوالي إن شاء الله ربي إن شاء الله يقدروا بشير حنا من هذه البقعة هذه في أقرب وقت أنا ساكنين لهنا كتشوف ضربة ما مدوا ميطرز هما يجيوا لينا وقدمنا مكان تمنيحا ومن بعدها كتشوف حالة كفاش ولت ونطلبهم السلطات المانية بالأمر يجيوا وشوفوا لنا الدريريام صغار دوزان تعليق كل تاحهم هاولين كله نايا سما كله شرب عليهم وذلك غير كما جاءوا لينا وقال لك هذه الدارة احتريب وقدمنا ومن بعد ما بنوالوا من ثم مزدنا شفنا ومزدنا نهضرنا وقالوا ما زادوا الجاو وقع شافوا فينا كنا هاكا راقدينوا من بعد ذاتك طاحت لينا هاربنا عن جداتي وصوالحنا كامل طاحت فوقها ورانا حابين دار كما ناس هاكا بادا موالو